طيب نيجي بقى للمنتخب المنتخب عنده تجمع مهم جدا إزاي في ظل هذا التجمع الودي الأخير قبل دخول طبعا فيه تصفيات كاس العالم في نوفمبر اللي جاي إزاي يقدر يستعد المنتخب تجمية المنتخب هتكون عاملة إزاي طبعا في ظل برضو الإصابة اللي تعرض لها مبارح لعب النادي الأهلي وستم استدعاء كوكا أعتقد كبديل للمنتخب لسه مش مؤكد لكن كوكا يستحق إنه يبقى موجود خليل الخبرات فكرة إنه كوكا يستحق إنه يبقى موجود في المنتخب الأول ليأخذ الخبرات من المباراة الودي لأنه يحتاجوا لأنه محمد عبد المنعم إيه اللي وصله للمنتخب الأول فكرة إنه احتاجوا المدير الفاني صابق لمنتخبنا اللواتنا كاردوس كيروش أتذكر وخدوا معاه أمم أفريقيا فبقى حالة مختلفة من أفضل المدافعين في الكرة الأفريقية واتغير حاله ثم الانتقال من فيوتشر البرامتز بعدها من فيوتشر للنادي الأهلي أو عاد للنادي الأهلي من الأعارة ولعب كاس عالم الأندية هو بقى من أفضل المدافعين في الكرة المصرية ففكرة إنه ادي الثقة مهند لاشي ما كانش حد يتكلم عنه هو في طلاع الجيش بقى من أفضل اللاعبين لما كاردوس كيروش ستعام به أيضا فادي الثقة في المباراة الودي أنت عندك مباراة في الثانية عشر ثم في الثالث عشر من أكتوبر مبارتين أمام زاميا ثم أمام المنتخب الجزائري إن شاء الله للمبارتين الوديتين مدارس مختلفة احنا آخر ودي خسرناها أمام تونس كانت هنا في القاهرة لكن لازم تقدر دارك روي فيتوريا المدري الفاني البرتغالي مدرب ذكي جدا بيعرف يختار اللعبين بعناية حلو أنه معظم أو كل اللعبين المحترفين اللي احتاجهم مارسيل كولر أو عفوا روي فيتوريا جهزين بما فيهم طرق حامد بما فيهم محمود حسن ترسجي أنني كمان عاد شارك في موارتين كبديل ولكن عاد وهيكون موجود تم استدعاءه بالنسبة لمتخبنا الوطني الأول أيضا محمد صلاح وتقلقه وسجل هدفين بالأمس في الدوري الإنجليزي وخمس هدف فيه الدوري كأحد هدافي وهدف طبعا ليفربول ففكرة أنه كل اللعبين المحترفين جاهزين هيكونوا في الإمارات بالتعاون طبعا مع مجلس الإمارات الرياضي وفكرة أنه معسكرات هتكون بشكل مختلف بالنسبة لمتخبنا الوطني والديتين مهمتين أمام مدرسين مختلفتين زنبيا والجزائر استعدادا لتصفيقها أسل العالم في نوفمبر وما بعدها في يناير بإذن الله وده وقت مش كبير لازم نستغل كل توقف علشان الأداء لكي أسلم أفريقيا أتمنى أنه منتخبنا الوطني يقدر يتدارك مش هنقول أخطاءه لكن يبعارف نقاط ضعفه فين ويقدر يشتغل عليها من دلوقتي نحن فعلا محتاجين نشوف ده